بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله أنزل علينا خير كتاب أنزل والحمد لله بعث فينا خير نبي أرسل صلى الله عليه وسلم والحمد لله جعلنا خير أمة أخرجت للناس أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فرض علينا الصيام وشرع لنا القيام وأنزل علينا القرآن وجعلنا من أمة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مبعوث بخير كتاب إلى خير أمة هدانا الله تعالى به من ضلالة وعلمنا به من جهالة وأخرجنا به من الظلمات إلى النور فاللهم صل عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وارضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وارضى اللهم عنا معهم يا كريم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك صياما متقبلا اللهم أعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال مشاهدي الكرام كل عام أنتم بخير حلقة جديدة أتشرف بها تحت عنوان لماذا فرض الله علينا الصيام أيها الأحبة الكرام ونحن في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي اختصه الله تعالى من بين سائر الشهور فجعل له خاصية لم يجعلها لشهر سواه الشهر الوحيد الذي ذكره الله تعالى باسمه صراحة شهر رمضان قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إلى آخر ما قال ربنا سبحانه قال أئمتنا المفسرون رضوان الله عليهم ذكر الله تعالى شهر رمضان وسماه باسمه دون سائر الشهور اعترافا بفضله ورفعة لمكانته بين سائر الشهور ويكفي هذا الشهر فضلا أن الله تعالى ابتدأ نزول القرآن فيه قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شرف الله هذا الشهر بأن أنزل فيه القرآن وشرفنا بأن فرض علينا صيامة وقد يتساءل البعض نحن نغوع ونغوع غوعا شديدا ونعطش ونعطش عطشا شديدا لكن هل غوعنا هذا يعود على الله بشيء؟ عطشنا هذا يعود على الله بشيء؟ طيب هل هناك حكمة من وراء هذا المنع من الطعام والشراب وشهوتي البطن والفرق؟ بكل تأكيد هناك حكم عظيمة أرادها الله لكن في البداية لا بد أن نتفق على أن الله تعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية يعني في الحديث القدسي الذي رواه أبو سعيد الخدري في صحيح الإمام المسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم جاءوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا يعني لو كان الخلق جميعا أتقياء لله عز وجل لم يزد ذلك في ملك الله شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم جاءوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها لكم وأحصيها لكم وأوفيها إياكم وأوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه الصيام لا يعود على الله بشيء القيام والركوع والسجود لا يعود على الله بشيء صدقتك لا تعود على الله بشيء انظر قول الله تعالى وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ من خير تجدوه عند الله إذن الإنسان حينما يقدم خيرا إنما يقدمه لنفسه إنما المستفيد به في الحقيقة هو نفسه وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجر واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فرض الله الصيام ليربي فينا تقوى الله جل وعلا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إذن يريد الله تعالى أن يهذب عباده أن يربيهم على التقوى أن يربيهم على المراقبة العبد الصائم قد يقلو بنفسه وهو جائع وعطشان ومعه الطعام ومعه الشرب ولا يأكل ولا يشرب لأنه يراقب ربه إذلك قال أحد الصالحين إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل لحظة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب الله تعالى ويقول سبحانه عن نفسه إن الله لا يغفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يكفي الصيام فضلا أنه في الحديث الكدسي قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به قال أهل الحديث معلوم أن كل العبادات نقصد بها وجه الله عز وجل لماذا قال الله تعالى عن الصيام وحده إلا الصوم فإنه لي قال العلماء لأن الصيام هو العبادة الوحيدة التي لا يعلمها إلا الله بمعنى أنك ممكن تصلي والناس يشوفوك وانت بتصلي فتطيل السجود والركوع لأجل أن يمدحك الناس ممكن الإنسان يتصدق من أجل أن يمدحه الناس يبقى كذا هو ضيع ثواب صدقته لأنه راء الناس ممكن الوحيد يقرأ القرآن ويزين صوته مش لله وإنما لأجل أن يمدحه الناس لكن الصيام حد يعرف إن كنت أنا صائم أو غير صائم حد يعرف إن كنت حضرتك صائم أو غير صائم حد يعرف إن كنت حضرتك صائمة أو غير صائمة لا يعلم هذا إلا من إلا الله إذلك ربنا قال كل عمل ابن آدم له يعني ممكن يرأي ويستفيد من الكلام بتاع الناس ومتح الناس هذه استفادة قاصرة دنيوية أما الصيام فلا يعود إلا إلى الله جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به معنى وأنا أجزي به يعني أنا أعلم قدره العظيم وأنا أعطي عليه ثوابا عظيما يكفي فيه ما قاله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله يعني قصد بصيامه ويها الله الكريم بعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا انظر يرحمك الله بيوم واحد تصومه لله يبعد الله عن وجهك النار مسافة سبعين سنة طيب اللي يصوم يمين طيب الذي يصوم الشهر كاملا قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه نعود فنقول أراد الله تعالى من الصيام أن يربي فينا تقواه سيدنا الشيخ الشعراوي عليها رحمة الله يقول معنا جميلا الله تعالى حرم علينا السرقة وحرم علينا الغيبة وحرم علينا النميمة وجعل هذه الأمور في رمضان أشد حرمة من سواها الطعام اللي انت اكتسبته من عرق جبينك في حد ذاته حلال لكن في رمضان حرمه الله عليك زوجتك التي أحل الله لك الاستمتاع بها في غير رمضان حرمها الله عليك من طلوع الفجر إلى أذان المغرب ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل نقطة البداية أذان الفجر ونقطة نهاية الصوم أذان المغرب الأشياء التي أحلها الله لك قبل الصيام صارت محرمة بعض الصيام كأن الله تعالى يربي فينا مجاهدة النفس عن الامتناع عما تعودنا تعودنا نأكل ونشرب ونحسو الشاي ونحسو القهوة وما إلى ذلك لكن في وقت محدد منعنا الله جل وعلا لذلك أيضا أراد الله تعالى أن يربي في عباده المسلمين الانضباط بذلك تجد جميع الناس يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة بمجرد أن يسمع المؤذن يؤذن الفجر الله أكبر وتجد أيضا جميع الناس يبدأ فطره حينما يسمع المؤذن يقول الله أكبر بذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور أو السحور وعجلوا الفطر إذن تجد الناس جميعا يمتنعون بمجرد أن يسمعوا المؤذن يقول الله أكبر لصلاة الفجر الكل يمتنع ما كان حلالا منذ لحظات أصبح حراما وحينما نمسي وندخل في وقت المغرب ونسمع المؤذن يقول الله أكبر صار ما كان حراما صار حلالا لذلك الله تعالى يعودنا على الانضباط وعلمنا النظام ذلك لا تجد إنسانا يأكل بعد أذان الفجر بدقيقة لا تجد إنسانا يتناول فطره قبل أذان المغرب بدقيقة من الذي يعود على النظام الله جل وعلا يربينا على الانضباط المسلم لا بد أن يكون منظما في شؤونه من الحكم التي أرادها الله أيضا من الصيام أن يشعر الغني بالفقير كيف ذلك؟ حينما تجوع تشعر بأن هناك فقراء من المسلمين ليست لهم أقوات فحينما تتألم من الجوع تتذكرهم في صدقتك لذلك شرع الله تعالى علينا صدقة الفطر وليس المجال مكانها ولكن شرعه الله تعالى حتى نشعر بفقراء المسلمين لذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم رغبنا في الإنفاق في وجوه الخير ورد أن نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما كان على خزائن الأرض اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم لما كان أمينا على خزائن مصر والأرض جميعا كان يكثر من الصيام فقال له أحد المقربين يا نبي الله لماذا تكثر من الصيام قال حتى لا أنسى الجائعين فلو أنني شبعت ربما نسيت الجائعين رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في الإنفاق فلقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان أجود الناس في كل الشهور وكان أجود ما يكون في شهر رمضان تعالى نضرب مثال لإنسان تصدق وقصد بصدقته وجه الله الكريم روي أن عبدالله بن المبارك رحمه الله كان يجاهد في سبيل الله عاما ويحج إلى بيت الله الحرام عاما نسأل الله تعالى أن يردنا إلى المساجد مردا جميلة وأن يفتح لنا بيوت المساجد اللهم آمين سانة من السنوات أراد الحج وخرج يودع بعض أصدقائه واعتزم على السفر من أزان الفجر إلا أنه رأى مشهدا عجيبا في طريق عودته رأى مرأة تقبل على القمامة أعزكم الله وتأخذ منها ما بلي من الطعام فقال السلام عليكم يا أمة الله قالت عليكم السلام قال من أنت وماذا تفعلين قالت له اتق الله وانصرف عني قال أستحلفك بالله لماذا تأخذين هذا الطعام البالي قالت لي أطفال يتامى وفقراء فأنا آخذ من هذا الطعام لأطعمهم منه طيب نواصل بعد هذا الاتصال الأستاذة آية من الجيزة مرحبا الأستاذة آية أهلا بك لو سمحتم نصر لحضرتك ليه ثلاث أسئلة السؤالي أولاني أنا بادنع بين الظهر والعصر أو العصر والمغرب لأن أنا إدايا مقطعين وما بلاقيش اللي يعني على الوضوء تمام؟ جميل ده الحق ده سؤال السؤال الثاني أنا باكل برجلية أنا والله يعني مش بحب باكل برجلية بس طلا لما يكي حد يجي يأكلني بس أحياناً اللجوم بيقرس عليها جداً بيكون متتخيل فما بقدرش يجري أن أنا باكل برجلية تفضلي بريس عب عليها السؤال الثالث معلش أنا أسفى تحت أمر حضر أنا فيه حد هيجيب لي جهاز الجهاز التعويدي بتاع إيدي الجهاز 8 و 12 ألف جنيه فيه حد هيجيبه لي بس هياخد 8 و 18 ألف جنيه أنا بياخد معاش عن والدي ألف ومائة جنيه فهو هياخد 800 جنيه كل شهر فأنا بسأل هل يجوز ولا ما يجوز لأنه هو هياخد يعني الجسم 12 ألف مائة وهو هياخده 18 ألف مائة فأنا بسأل بس هل يجوز ولا ما يجوز طيب تمام حضر الإجابة إن شاء الله تسمعها عن طريق الشاشة بإذن الله حضر شكرا أستاذ آية في البداية أختنا آية أسأل الله تعالى أن يكتب لها العفو والعافية وأن يمتعها بواسع صحتها وعافيتها بالنسبة للأخت آية بتجمع صلاة الظهر مع العصر وبتجمع المغرب مع الأشاء بتقول ما الحكم في ذلك قال العلماء يجوز لأصحاب الأعذار أن يجمعوا الصلوات هي لها عذر ولها ظروف خاصة قال الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج فهي في حكم المضطر لأنه يصعب عليها أن تتوضأ لكل صلاة لأنها تستعين بغيرها ليساعدها في الوضوء فلا حرج عليك في جمع صلاة الظهر مع العصر وجمع صلاة المغرب مع الأشاء فيش حرج إطلاقا بالنسبة حضرتك بتقولي بتقلب رجليك علشان أنت تفقدين اليدين الأول أبشرك أن لك فضل كبير عند الله عز وجل أنت لك ظروف معينة وبتجاهدي علشان تقرب من ربنا وتأدي فرض ربنا في حين أن في ناس أصحاء أشداء أقوياء لا يصلون ولا يسجدون لله نسأل الله لهم ولنا الهداية حضرتك بتجاهدي فبتقلب رجليك علشان مش لك إيدين دي ما فيش فيها أي مشكلة خالص ولا تبقى متضايقة من هذا الأمر ده أنت لكي ثواب عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى ليس عليك حرج إطلاقاً يعني فرضنا أنه واحد أبطر يعني بإيد اليمين مقطوعة وما لوش إلا إيد الشمال فبيقول بإيد الشمال ما فيش مشكلة إطلاقاً واحد ما لوش إيدين خالص وبيقول برجليه ما فيش مشكلة إطلاقاً أنت لكي ثواب عند الله عظيم فأبشري لا حرج بالنسبة للنقطة التالتة الأستاذ اللي هيتبرع ليكي أو عفواً اللي هيتشتري ليكي جهاز التعويض اللي هيجيبهولك أصل الجهاز بـ 12 ألف هيبيعهولك وياخد منك حوالي 18 ألف على سبيل الأقصاد طالما أنت مضطرة أن أنت تجيبي الجهاز ما فيش عليك زنب إطلاقاً لقول الله تعالى إلا ما اضطررتم إليه إلا ما اضطررتم إليه طالما أنت في حكم مضطر ما فيش عليك زنب وطالما أنه بيبيعهولك بالتأسيط يعني هو 8 كاش 12 ألف 8 تأسيط 18 ألف في الحالة دي ما فيش زنب بإذن الله تعالى معنا الأخت عبير تفضلي يا أستاذ عبير تفضلي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الله يخليك ما معيش أنا معيش فؤال طب ممكن أستاذ مع حضرتك تطفي عبير أستاذ عبير كلميني من التلفزيون بعد إذنك تفضلي كلميني من التلفزيون بعد إذنك ووطي صوت التلفزيون من فضلك أنا وممكن يعني فيه والدكتور محرجني من الصيام الدكتور منعك من الصيام أيوة طب تكرمي وطي صوت التلفزيون والكلام من التلفزيون موش اتفضلي يا أستاذ عبير أنا الدكتور محرجني من الصيام لا يمثل على أن أنا أفطر وبعدنا أظل عفلوك كلام جميل حواضرها جاءوا بحضرتك حالا الأستاذ عبير أسأل الله تعالى لها شفاء عاجلا ولسائر مرضى المسلمين بالنسبة للإجابة هي بتقول أن هي لها ظروف صحية بتمنعها من الصيام والدكتور قال لها إفطري هنا اللي بيفطر وهو وعيان في رمضان حاجة من اتنين إما أن يكون عنده مرض مزمن وإما أن يكون عنده ظروف مؤقتة يعني إيه ظروف مؤقتة ويعني إيه مرض مزمن مرض مزمن يعني واحد كبير في السن عنده 70-80 سنة وما يقدرش يصوم والدكتور قال له أنت ما تقدرش تصوم ما ينفعش أنك تصوم الشخص كبير السن والشخص المريض مرض مزمن زي عنده فشل كلبي ولا يازه بالله عنده سكر شديدة عليه دايما وبيحتاج لشربه ماء كتير ده نقول له أنت مرضك مرض مزمن افطر وأطعم عن كل يوم مسكين قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني الناس اللي الصيام بسبب لهم مشقة وطاقة يطعم مسكين أما الإنسان اللي هو مرضه مرض طارق يعني مثلا جالوا في يوم حالة إغماء فتعب فأغم عليه فالدكتور قال له لازم تاكل وتشرب ونعلالك محاليل للنهاردة وزبطوا له الضغط بتاعه وعلى قوله المحاليل وباء زي الفل في اليوم ده هو فطر فكذا فطر يوم واحد ده يعد اليوم ده ويعوضوا بعد انتهاء شهر رمضان فهنا بنفرق بين حكتين المريض مرض مزمن ده يطعم ما فيش عليه الصيام أما المريض مرض مؤقت ممكن يوجد في مرضه ده يوم أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة وبعد كده هيفطر زي مثلا السيدة أو المرأة اللي عندها العادة الشهرية بتعد الأيام اللي هي فطرتها وبعد كده بتقضي هذه الأيام بتعدها بعد ذلك وتعيدها ماينفعش انها تطلع فدية ولكن عليها الصيام والله أعلم معانا اتصال من الأستاذ محمد فضل أسيركم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك أستاذ محمد أستاذ محمد من فضلك اتكلم من التلفون وقت صوت التلفزيون عشان نسمع كلنا صح السلام عليكم بقولك بس عندي سؤالين بعد ذلك حضرتك يعني فضل السؤال الأول لو واحد مثلا بيفعل زن وبيطوب منها وبيرجع عليها بعد بعد الطو نعم فقال ربنا يقبل طوبته وعندي سؤال برضو ثاني بعد إذنك والددي ستة كبيرة جاءت لها جابت من حوالي خمس سنين وهي دلوقتي مريضة فأنا عايز حضرتك بس تدعالها وربنا يشفيها رب العالمين بالحقال الأمن المصرخ اللي احنا في هذه يا حبيبي يا أستاذ محمد طب أنا هبدأ بالسؤال التاني أسأل الله تعالى أن يشفي أمة محمد شفاء عاجلا غير آجل وسائر مرضى المسلمين اللهم أشفي أمة محمد شفاء عاجلا وسائر مرضى المسلمين اللهم أمين ربنا خفف عنها الجلطة ويرد لها الصحة والعافية أما بالنسبة للسؤال الأولاني بتاع الأستاذ محمد بيقول لو واحد عمل زنب وتاب منه ورجع للزنب ده مرة تانية هل ربنا هيكتب عليه زنوب الزنب الأولاني ولا لا الإجابة هكالتالي اختلف الفقهاء هنضرب مثال ونشرح عليه مثال بسيط خالص مثلا واحد كان متعود ينظر إلى الأفلام اللي هي مش كويسة واستغفر ربنا وتاب وبطل يشاهد الأفلام اللي هي لا ترضي الله وتاب بعد شهر بعد اثنين رجع يتفرق تاني وتاب مرة تانية هنا العلماء قالوا طالما إن اكتبت من زنب ربنا بمحلق الزنوب اللي كانت أبليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها وقال صلى الله عليه وسلم الندم توبة مجرد الوحد يندم على الزنب اللي عمله دي في حد ذاته توبة فالعلماء بيقولوا إن الإنسان لما بيتوب من الزنب لما بيتوب من الزنب ربنا بيمسحه وبيغفروا ليه وبعضهم بيقول لو رجع للزنب دا تاني كأنه كالمستهزئ بربه فيعود عليه إثم الذنب الأول ولكن هذا الرأي ضعيف لأنه للمعتزلة أما جمهور العلماء على إن الإنسان لو تاب من زنب ربنا بيغفره ليه معنا اتصال الأستاذ أسماء تفضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك عاوزة أسوالي تحت أمر حضرتك حضرتك أنا لو وصلت بطوطة وحسة من المياه وصلت للحل بيبقى كده فترتي ولا لا ما فترتيش طالما ما تقصديش ما فيش عليك الزنب خالص يعني عادي يعني عادي الصيام صحيح 100% بإذن الله أه وممكن رسالت والتاني تحت أمرك فضلي لو قد مثل الأدوية والحاجات زي كده بتفطر الصيام والعادي أي أدوية مثلا تكون برهم حاجة زي كده لو إيه لو كان برهم المرهم مايفطرش الصيام طب أنا هقول لحضرتكم إيه اللي يفطر وإيه اللي مايفطرش الأخت أسماء صلي على النبي محمد الأطرة اختلف فيها العلماء لكن الرأي الراجح إنها مايفطرش المرهم مايفطرش إطلاقا بخاخة الصدر بتاعة الربو والحساسية اختلف فيها الفوقهاء والرأي الأسهل بيقول إنها مايفطرش يعني لو واحد بيستخدمها ساعة الأزمة مافيش مانع لأنها عاملة زي غبار الطريق ماهيش فطار ولا هي في حكم الطعام بخاخة الصدر مافيش فيها مشكلة بخاخة الأنف طالما مافيش حاجة منها من النقط بتنزل الحل ابتع الإنسان ما بتفطرش لقول الله تعالى إلا ما اضطررتم إليه وقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج الدين يسر فهذه الأمور لا تفطر الصائل والله أعلى وأعلم معانا نستكمل قصة سيدنا عبدالله بن المبارك سيدنا عبدالله بن المبارك وجد مرأة تأخذ من القمامة طعاما باليا فسألها لماذا قالت أعود به على أطفال اليتامة فدفع لها كل المال الذي كان أعده للحج وقال لها خذيه ولا تخبري أحدا بأنني قابلتك وجعل هذه صدقة بينه وبين من وبين الله وعاد إلى داره وقال لزوجته لا تخبري أحدا بأنني عدت إلى الدار ولا تخبري أحدا بأنني تركت الحج هذا العام وإذا به رضي الله عنه بعدما عاد أصدقاؤه من الحج جاء إلى بيته وكأنهم يهنئونه قالوا يا إمام طبتا وجئنا لنشكرك فقد كنت معنا في الحج تدلنا على أحكام الحج وتعلمنا فقه الحج جزاك الله عننا خيرا مع أنه لم يحج سخر الله تعالى ملكا في صورة رجل في صورة عبد الله بن المبارك يحج معهم وكأنه عبد الله وكان الناس يظنون أنه عبد الله بن المبارك وكانوا يسألونه في الدين ويستفتونه في أحكام الحج وكان يفتيهم فلما انقضى موسم الحج عادوا إلى بيته ليشكروه في حين أنه رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لقد تقبل الله صدقتك وكتب لك ثواب الحج سبعين مرة وسخر الله ملكا في صورتك يحج نيابة عنك ويقابل أصدقائك ويفتيهم نيابة عنك تخيل بصدقته ماذا فعل معنا اتصال عليكم السلام أستاذ إيمان وحضرتك بالصحة والعافية تفضلي وطي صوت التلفزيون حاضر واتكلمني بالتلفون حاضر حاضرتك عايزة ندعيلك بالزورية الصالحة حاجة تانية يا أستاذ إيمان عايزة حاضرتك وطي صوت التلفزيون والكلام في التلفون عايزة حاضرتك توجد كلنا لناس اللي بتعامل المعاين اللي بتعادل بالتأخر بالحمل والمجال أيوة حاضر 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 عايزة حاضرتك ماذا تقولها عبر يعني ومش مهز وكده لأني السسن مهز قد يعني يتسبب لي مسيس وعزي فبدو مهز بشعلي بس أنا من جمازك ده متأثر بستطبر عايزة حاضر حاضر يا أستاذ إيمان طيب معاني أستاذ عبدالله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم أستاذ عبدالله أنا مريض قلب وعندي ضغط وسكر نعم بالنسبة يعني عندي الأزمات لو فيه برشامة اللي بتحط تحت اللسان متفطر أو متفطرش تفطر يا أستاذ عبدالله طيب ربنا عفيك ويعفو عنك ربنا جعل لك رخصة يا أستاذ عبدالله عفاك الله وشافاك نعود للأخت إيمان الأخت إيمان بتقول ندعي لها أن ربنا يعطيها ذرية أسأل الله العلي الكريم بمنه وفضله أن يمدها بذرية مباركة وكل مشتاق وكل محروم من الذرية اللهم أعطي كل محروم من الذرية ذرية مباركة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استجب للمسلمين دعاءهم واقضي حوائج المحتاجين وفرج كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ورد الظلم عن المظلومين واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم أمين أختنا إيمان في البداية بقول لها حضرتك أنت في امتحان معنى أن ربنا يمنعك من الزرية يحرمك من الزرية دا امتحان قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة دا امتحان وربنا عايز يدخلك الجنة أراد الله بك ثوابا عظيما ليمتحن الصبر منك دي نقطة وأراد الله لك أجرا مضافا إلى هذا الأجر الأول اللي هو إيه إما تلاقي حد أحمق أعزك الله بيعير حد ربنا أعطاه حاجة ربنا منعه من حاجة يعني واحد ربنا أعطى زرية ويقول كلام مش طيب لإنسان حرم منه زرية دا أقول له اتق الله اتق الله فإن ذريتك رزق من الله والله قادر العياذ بالله أن يحرمك من هذا الرزق صحتك رزق من الله والله قادر أن يسلب منك هذا الرزق فاتق الله ولا تعير أحدا بشيء لا دخل له فيه فالشماتة في المسلمين ليست من أخلاق الإسلام معنا اتصال الأستاذ عبير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معالش يا شيخ أنا تقول وكلمتك تحت أمر حضرتك بص القطرة العياذ بتفطر القطرة ما بتفطرش طيب معالش أنا دلوقتي لما كلمتك على الصيام أنا دلوقتي معالج مرارة نعم فمش بالسحنة الصيام يعني فهو يمسع إننا أطلع فيه صيحة والعيال أيوة حضرتك بتفطري ملكيش صيام بتفطري وتعوضي عن كل يوم تطعيمي مسكين تطعيمي مقابل كل يوم مسكين من متوسط الدخل بتاع بيتك يعني شوف الوجبة بتاعت حضرتك قد إيه في اليوم متوسط لأغلى وجبة ولا أدنى وجبة المتوسط أيوة حسب الحالة بتاعت البيت قال تعالى من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم يعني المعتاد والمعتدل فمريض المرارة طالما أن الدكتور قال له مش هتقدر تصوم ما يصومش ويظلم نفسه عليه قال لا يصوم هناخد فاصل ونرجع عليكم مرة تانية إن شاء الله مع حضرتكم بعد الفاصل دين التماثم والحوار بنا دين التماثم والحوار بنا عدنا من جديد مرحبا بكم وأهلا مشاهدي الكرام طابت أوقاتكم بخير وفضل من الله تبارك وتعالى كنت قبل الفاصل أتكلم عن فضل الصدقة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان وضربت مثالا بعبد الله بن المبارك أنه تصدق وأخفى صدقته ابتغاء وجه الله وترك الحج لأنه أراد إطعام المساكين فكما قيل لقمة في بطن جائع أفضل من بناء ألف جامع لقمة في بطن جائع أفضل عند الله من بناء ألف جامع نحن كأمة الإسلام جعل الله لنا الأرض مسجدا وطهورا القضية مش في كثرة المساجد القضية في أن نساهم في تخفيف المعاناة عن الفقراء ومحدود الدخل وعمال اليومية الذين يحتاجون إلى المساعدة المهم أحبتي في الله النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد في ظل صدقته يوم القيامة ولقد ورد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما دخلت عليها سائلة فأعطتها تمرتين فأخذت المرأة تمرتا وأعطتها لابنتها الأولى وأرادت أن تأكل تمرتها الثانية فنظرت الطفلة إلى هذه التمرأة وقبل أن تضعها الأم في فمها إذا بهذه الطفلة تمد يدها لتريد أن تأخذها فأعطتها لها أو كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله الأمر كذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد غفر لها برحمتها لهذه الطفلة وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرأ اتقوا النار ولو بشق تمرأ تخيل حضرتك نص بلحة ممكن تدخلك الجنة قال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما على تمرأ أو فطر صائما على شربة ماء أو فطر صائما على شربة لبن كان مغفرة لذنوبه يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى فرض الله علينا الصيام لنشعر بالفقراء والجائعين كذلك فرض الله علينا الصيام ليعلمنا الإخلاص فإنت حينما تصوم لا يراك إلا الله ولا تقصد بعملك إلا وجه الله قال الله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الصيام يهذب الأخلاق الصيام درس ومدرسة وتهذيب للأخلاق انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب لا يرفث يعني لا يتكلم بالكلام البذيء وأنا أعجب كل العجب حينما أجد أناسا يتطاولون بألسنتهم وفي الأخير يقول أصلا صايم يعني أصلا أنت صايم المفروض أنت صايم بيكون أحسن من غير الصيام النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يعني لا يتكلم بالكلام البذيء ولا يصخب يعني لا يرفع صوته بالكلام المرفوض وإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقول إني صائم معنا التصال معنا المدام سارة تفضلي سيادتك عليكم السلام والطلاب بركاته أفضلي سيادتك أنا برادة عيب فأصلى أجم PERCAF حاطر أتفضلي يا أستاذه ساعة وبهلك أنا برادة عيب فأصوم ولا لا هولي سيادتك حاضر معنا لأستاذ أحمد فيه سؤال تاني يا أستاذ أصارة طيب الإستاذ أحمد من الشرقية وعليكم السلام عليكم يا فرد وعليكم السلام عليكم свيаться مع حضرتك أحمد السلام يا فرد من الشرقية مرحباً وأهلاً لأستاذ أحمد سلامة كان فيه سؤال كده عندي حد كان بيتكلم أن الصوم طبعاً فيه فوايد كتير للصحة وكده فكان بيتكلم بيقول هل الصوم مع الماء والطعام والشراب هل له أثار جانبية على الجسم وكده على الإنسان يعني فقلت عايز أعرف رأي الشارع في حتة الطب يعني هل فيه درر أو مش درر حاضر نبدأ بالسؤال الأولان بتاع أختنا السائلة اللي بتقول أنا بردع طيب بتردع لو كان الصيام هيئلل اللبن عن العيل والصيام هيأثر على الطفل وهو ملوش بديل يبقى في الحالة دي لازم تفطري أما لو كان الطفل مثلاً عدت سنة وبدأ يأكل فلو انت ردعتي مرتين في اليوم كفاية قوي واللبن مش هيخص كتير وهو عنده ما يكفيه من العصائر والأكل الخفيف والسوايل في الحالة دي دي بقى تصومي يبقى هنأكد ونفرق بين حالتين لو كان الصيام هيئلل للبن وقلة اللبن دي هتضر بالطفل يبقى في الحالة دي ما تصومشي أما لو كان الصيام مش هيئلل للبن أو قلة اللبن مش هتضر الطفل ده لأنه عدت سنة سنة ونص مثلاً وبدأ يعتمد على الأكل مع الرضاعة ففي الحالة دي تقول لحضرتك صومي الدين يسر وانت حضرتك أتضر الأمر حسب رؤيتك أنتيل للأستاذ أحمد سلامة طبعاً ورد في الحديث الضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا تصحوا والحديث يأخذ به في فضائل الأعمال النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الصيام له فوائد صحية عظيمة واكتشف الأطباء أقولوا اكتشف الأطباء أن الصائمة يعود صيامه عليه بمنافع صحية كثيرة طب نأخذ اتصال ونرجع مع أم محمود فضلهم محمود شيخ نعم بقول لحضرتك أنا عندي أبني بلغ من السن الغاتل السن 39 سنة جميل فكلما يروح الوحد يخطبها وهو واحد ما يتشأ نعم تقول له شوف حتة لأمك تمام فأنا حاسة أن أنا بذنبه أنا بذنبه فأعمل إيه طيب إيه حاجة الحاجة الثانية مع أنا واحد في البيت صاحب البيت يعني مش عايد أستكي لك يعني إيه النصائمة نعم ببهدلنا وحاجات يعني حاجات بذيئة نعم إحنا ما مردش عن إيه طيب وإيه زينا نعم طب إحنا نعمل إيه كلام جميل حاضر طيب أجاوب حضرتك طب معنا أمو مريم السلام عليكم عليكم السلام أخبر الله وبركاته لأسماحت حضرتك ذرباتي مثلا مالدتي عمريدة جلدة نعم وجرانها عايزين يزوروها يعني في البيت وكده نعم فطبعا أنا أتحسبا عشان الظروف اللي إحنا فيها فقولت لهم يا جماعة منفعش وش من مناعتها وكده وكفاة السؤال بالتليفون وهم ما تفهموش الموقف ده وبيجوا فجأة من غير إذن أو أي حاجة أو أفتح الباب ألاقيهم وكده فهل أنا لو يعني أوصدت الباب إذا خبطوا لأن هم كذا مرة يعني أقولهم يا جماعة منفعش كده ما بيستجبوش تمام فهم إذا ما ردتش عليهم يعني فده حرام ولا لأ كلام جميل حاضر طيب شكرا شكرا معنا أستاذ سعد من قنع حلام عليكم عليكم السلام وطلاب وبركاته وحضرتك بصحة وعافية تفضل سيادة الله أخليكم السلام دائم حضرتك وحضرتك بكامل الصح والعافية الله أخليكم نبي حضرتك أنا معي المدام خدت برشام عشان تمنع نزول الضورة عشان نعم نعم حرام ولا حرام حضر حضر أستاذ سعد طيب نستكمل إيه رأي حضرتكم هجيب من الآخر للأول عشان خطر الزاكرة بتاعتكم تصلون على النبي محمد الأستاذ سعد من قنع بيقول زوجته خدت برشام وسيلة تأخر نزول الدورة إلى بعد رمضان هنا الإجابة لو الأطباء قالوا لها البرشام ده مش هيضرك فما فيش مانع إن هي تاخده وتصوم والأفضل إن هي تسيب نفسها بطبيعتها الأيام اللي ربنا كتب عليها نزول العزر فيها البريوت تفطر فيها وتبقى تقضي بعد رمضان لكن لو هي خدت البرشام اللي بيمنع نزول الدورة ما فيش مانع والصيام بتاعها يكون صحيح 100% بالنسبة أختنا أم مريم بتقول والدتها مريضة بجلطة وفي ناس كتير من الجيران والأحبة بيحبوا زروها وطبعا للزروف بتاع كورونا نسأل الله العفو والعافية لكل المسلمين خوفا على صحة هذه المرأة المريضة فابنتها ابنتها تمنع عنها الزيارات من حقك إنك تمنع الزيارات يا أخت أم مريم من حقك تمنع الزيارات يعني ممكن تقولي لما حد هي يخبط وليه بعد إذنكم ده هي مرتاحة شوية دلوقتي ده هي نايمة ومش عليك زنب فأنت مش حرام عليك لما تمنع الناس لأن الأصل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لا ضرر ولا ضرار فدخول ده وده عليها هيبقى ممكن يسبب لها ضرر وإحنا ملتزمين بإن إحنا ناخد بالأسباب فالأخت أم مريم لو منعت الزوار من رؤية والدتها ما فيش عليها أي زم نروح للحجة أم محمود اللي ابنها وصل في السن تسعة وثلاثين سنة أسأل الله تعالى أن يوسع عليهم بتقول سؤالين السؤال الأولاني إن ابنها كل ما تقدم لبنت الناس يقولوله لازم يكون عندك شقة مستقلة بعيدة عن والدتك وهي الست بتقول أنا حسب الزنب مع ابني إنني يعتبر اللي وقفة في طريقه طيب أنا بقول لحضرتك يا أختي أم محمود أنت ما فيش عليك زنب ابنك جزاه الله خير لازم يقف جنبك ويرضى بقضاء الله وادعيه له كتير إن ربنا يرزقه بسيدة صالحة بنت حلال تكون صالحة وترضى إن تكون زوجة ليه وتعتبرك أمي ليها فأنت عليك بالدعاء الكتير وإنت مالكيش زنب في اللي بيحصل قدر الله إن أنت يكونوا فقراء وإبنك مالوش إلا أنت وإنت مالكيش إلا إبنك فما فيش زنب عليك إطلاقا ولا هو في زنب عليه وإن شاء الله بره لأمه هيكون له سواب كبير عند ربنا سبحانه وتعالى أما بالنسبة يا أختي أم محمود صاحب البيت اللي هو بيتطاول عليكم بألفظ بزيئة وما إلى ذلك حاجة من اثنين رقم واحد ادعيله بالهداية ادعيله وخليك الأحوحة على الله في الهداية طيب رقم اثنين شوفي مين كبير المنطقة ممكن يأثر عليه يعني حد يكون بيرتاح معاه تقول له لو سمحت يكلم لنا الحج فلان بيعتدى علينا بالكلام بيعتدى علينا بالأفعال بيعتدى علينا بكذا إن لقيت الوسيلة دي خير وبركة ما كانش خليك مستمر على الدعاء إن قدرت تدعيله خير وبركة ما قدرتش تدعيله قولي حسبي الله ونعم الوكيل فيه قولي اللهم رد عنا كيده اللهم رد عنا كيده اللهم رد عنا كيد الكائدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء يرد القضاء أو كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجع لأخونا أحمد سلامة وكان أول المتصلين اتفق الفقهاء أو اتفق عفوا الأطباء على أن الصيام له منافع صحية عظيمة لكن لم أجد إنسانا تكلم من الأطباء في أضرار الصيام ولو كانت فيه أضرار لما شرعه الله عز وجل ولكن أترك المجالة في هذا السؤال لأنه خاص بالطب لأساتذة الطب هم الذين يجاوبون فيه لقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني نسأل أهل الإختصاص هل الصيام له أضرار ولا لكن من حيث المبدأ أظن أنه ليست له أضرار لأنه لو كانت له أضرار لما فرضاه الله تعالى علينا والله تعالى أعلى وعلى معنا الأساتذة أمنية من الجيزة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهل اطفل تلفزيون يا أمنية هل تصير بتاع التلفزيون من فضلك والكلام في التلفون أمنية وطل تلفزيون يا أمنية والكلام من التلفون هي أمنية بتاعرى القرآن بس يعني بس بتاعرى بتاعرى قوي ماشا بس كده بتقطع يعني زي بتاعرى في القرآن حاضر حاضر يا أمي هتسمعي الإجابة معانا اتصال آخر معانا أستاذة صحر آلو نعم حضرتك هتسمعني كده يا شيخ اتفضلي سامح حضرتي حضرتك يا شيخ دلوقتي أنا والدي بقلي 18 يوم مبارك فيعني كمنا أنا بجعلنا أننا مش عايزة أفكره كده فأنا أضعهم عادي يعني فهل يجوز السلام أنا بردع عادي أنا بردع مثلا من مرة ومنبززة مرة اللي هي اللي هي مصنع مرة ماشا حاضر حضرتك ما عليش السكنان سواء البات وإنسياء والقصالة والقراءة القرآن عادي ولا غلط وما فيش بني بينزل عليها يعني حاضر طيب معانا الأستاذة هناء من بني سويفي السلام عليكم عليكم السلام وطلاب وبركاته أزاي حضرتك يا فضلت الشيخ الحمد لله رب العالمين لو سمحت يا فضلت الشيخ نحن فاتفين محل قروات منزلية نعم فبنطلع الزكة عايزين نطلع الزكة ينفع نطلعها نساءت بها عروسة يتيمة يعني المدلغ اللي هنطلعه الزكة نساءت بها عروسة كمير ولا نطلعه فلوس حاضر زكاة المال يعني بتعلم المحل ده حاضر ما شكر الله حضرتك تحت أمر حضرتك طيب نعود أولا ونبدأ بأمنية أمنية بتقول مامتي بتقرأ على قدها تقرأ في القرآن إرام كسرة طالما أنها بتعرف تقرأ يعني شيئا ما إن شاء الله ربنا هيكتب لها ثواب القراءة مرتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران فإن شاء الله هي تستمر على القراءة وثوابها مضاعف عند الله عز وجل ده بالنسبة لأم أمنية بالنسبة عندنا الأستاذة صحر بتقول إن هي نفساء يعني لسه والدة بقى لها 18 يوم وهي بتردع هي لها سؤالين بص حضرتك طالما أنت بتردعي رضاعة طبيعية ورضاعة من اللبن الصناعي وما فيش عندك مشكلة بالنسبة للطفل ينفع أنك تصومي لكن هنا بالنسبة بقى السؤال التاني اللي هو بخصوص نزول الدم هقول لحضرتك العلماء قالوا لو دم النفاس انقطع بعد الولادة بيوم باثنين بثلاثة والمرأة لقت الدم انقطع عنها عليها أن تغتسل وتصوم طيب فرضنا أنها صمت يوم اثنين تلاتة واكتشفت أن الدم نزل تاني يبقى تفطر الدم نزل يوم أو اثنين تفطرهم الدم ترفع تغتسل وتصوم في فترة الايه النفاس كلام سليم ده يختلف عن الدورة اللي هو العزر الشهري فرقوا بعد إذنكم بين النفاس والحيض النفاس لو الدم ترفع المرأة تغتسل وتصوم وتصلي ويحل لها كل شيء الدخول المسجد ويحل لها الزوج وكل شيء طالما اغتسلت أما بالنسبة للمرأة اللي عندها العزر الشهري هي معروفة أن لها أربع أيام أو خمس أيام أو سبع أيام أو ثمان أيام أو ثلاث أيام لما بتبدأ معها الدورة لا تصوم ولا تصلي ولا تحج ولا تطوف ولا تدخل المسجد ولا يحصل معاشرة بينها وبين زوجها فترة العزر إلى أن يرتفع قال تعالى ويسألونك عن المحيض كله وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين على أين يا أم محمود فضل يا أم محمود فضل يا أم محمود أقول لحضرتك ما فيش حد في الشارع بيحبه وكل الناس عايزة خائزة يمشي من أهداء كل الناس طيب صلى على سيد الناس على السلام ادعي كتير عليه قولي حسبي الله ونعمل وكل فيه طالما بيجبرش الحد ولا بيسمع الحد خليك قريبة من ربنا قولي يا ربك فينا شره بالدعاء اللي انت حفظه قولي حسبي الله ونعمل وكل فيه وفي كل ظالم وأبشيري إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت معنا عمر من القليوبية أستاذ عمر تفضل مرحبا نعم وعليكم السلامة ورطلاة بركاته وعليكم السلامة ورطلاة بركاته لو سمحت يا رمي الشيخ بس كنت عايزة سأل سمح حضرتك تفضل يا سيد عمر اطفي التلفزيون لو سمحت وكلمني في التلفزيون هتسمعني بوضوح سيد عمر طيب حاضر معانو سيد سالم من الجيزة السلام عليكم عليكم السلامة وبركاته حضرك يا شيخ ممكن سألتك سؤال بعد الزمان تحت أمرك لحضرك أنا بقى رأي القرآن إذا كني يعني قاعد مربع ولا ممكن أقر على قرس بس هزم كلام جميل كلام جميل سؤال جميل في تاني حضرتك سؤال يعني عمد هل الجنة لها درجات الجنة درجات لها درجات معينة مثلا تمام حاضر حاضر معانو سيد شوقي من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته أنا بصني إن شاء الله بصني الترويح نعم اللي أقل بيت دلوقتي عشانه خطر المسجد مأفور نعم فبضطري أن أنا أصلي بصوت جهري في قراءة الصورة جميل الصلاة صحيح الصلاة صحيحة 100% صحيحة 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 يعني إن شاء الله عز وجل إن شاء الله طيب معانا أبو محمد من بني سويف السلام عليكم عليكم السلام وبركاته الشيخ فضلت الشيخ معي باسمك؟ مع سيادتك يا شيخ أنا عندي ابني مغلبني كده سمعني حضرتك؟ سمع حضرتك ممكن توطي التلفزيون وتتكلم من التلفون يكون أفضل عندي ابني كده بيعندنا في الزواج والحية دي نعم حاضر حاضر يا عم الحج هجاوب حضرتك نكمل إن شاء الله طيب هبدأ باب أبو محمد من الآخر وأنا ماشي بالترتيب كان إن شاء الله عكسيا أبو محمد بيقول ابنه وما بيسمعش كلامه أنا أنصح الولد أقول له اتق الله في والدك واتق الله في والدتك جعل الله تعالى بر الوالدين مقرونا بتوحيد الله رب العالمين قال الله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنَ يَحْسَانَةً يعني ربنا فوق وأبوك أمك تحت اوعى تختلف مع الحزاء بتاع أبوك مش تختلف مع أبوك اوعى تختلف مع الحزاء بتاع أبوك اوعى تختلف مع الحزاء بتاع أمك قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف اوعى تتقفف قدام أبوك أو أمك بنصح جميع الشباب جميع الأبناء جميع البنات اتقوا الله في آبائكم اتقوا الله في أمهاتكم باب الجنة بيد الوالد والوالدة لن يدخل الجنة عاق لوالديه أو أحدهما اتقوا الله في آبائكم بالنسبة اللهم صلع على سيدنا محمد ده أبو محمد بن سويفت إن شاء الله الأسئلة في الأخت هناك من بن سويفت تقول هم تجار أدوات منزلية ممكن يا أختي أم محمد تخرجي زكاة مالك من المحل جهاز عروسة غير قادرة يحل لكم أن تخرجوا زكاة المال يعني تقدروا مثلا زكاة المال بتاعكم مادة إيه وليكن عشر تلاف جنيه آه يبقى ممكن تديها مثلا إيه غسالة وتديها مش عارف إيه بقيمة العشر تلاف فما فيش منع إطلاقا بإذن الله تمام حضرتك؟ ممكن طيب في معانا الأستاذ شوقي من القاهرة بيقول إن هو مريض بالقلب مريض بالقلب ما ينفعش أن نقتصوه يا أستاذ شوقي ما فيش عليك أي زنب الأستاذ سالم من الجيزة بيقول هل يحل لي أن نقرأ القرآن ونقعد ممدد أو لازم نقوم مربعه بص حضرتكم الدين بتاعنا يسر جدا 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 ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل حال يعني كان ممكن يقرأ وهو ممدد ممكن يقرأ وهو جاضع يقرأ القرآن ويذكر الله وهو ممدد رجليه وهو جاضع هو مستلقي على ظهره صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم والقرآن ذكر لله ما فيش منع أطلاقا اذكر الله على جنبك وأنت قائم وأنت جالس وأنت ماد رجليك كل هذه الأمور متاحة بإذن الله الأستاذ سالم من الجيزة بيسأل بيقول هل الجنة درجات نعم الإجابة نعم الجنة لها درجات ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن ارقى وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها قال العلماء عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن شوف القرآن فيه كم آية هتلاقي درجات الجنة متعددة نسأل الله تعالى لنا ولكم الفردوس الأعلى من الجنة طيب أفيش أسئلة كده تقريبا أنا خلاص الأسئلة اللي معي طيب نعود لماذا فرض الله الصيام أذكر قبل الختام بأن الله تبارك وتعالى فرض الصيام ليربي فينا التقوى والمراقبة فرض الصيام ليربي فينا الإخلاص فرض الصيام لنشعر بالفقراء والمحتاجين فرض الصيام لنذكر الله على نعمة الطعام والشراب والزوجة حينما تكون أمامك زوجتك وتمتنع عن أي شيء نحوها تتذكر أن في شباب كتير وصل به العنوسة ما وصل تسعة وتلاتين سنة ابن محمود وغيره وغيره مش قادر يتجوز تحمد ربنا على النعمة دية والزوجة اللي لها زوج تحمد ربنا على زوجها وتتق الله فيه فهذه نعم لا بد أن نذكر الله عليها لذلك في آيات الصيام قال الله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بمعنى إيه؟ إن معنى أن ربنا يهدق للصيام ويهدق لهذه التشريعات الحكيمة ده فضل من الله عز وجل نسأل الله العلي الكريم أن يرزق مصر الأمن والأمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين اللهم في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك نرفع إليك أقفنا أن ترزقنا القبول والإخلاص اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا اللهم صن بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم رد الناس إلى الحق والعدل واهدهم إلى صراطك المستقيم اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الأنبياء ومرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واستجب دعاء الداعين وارحم ضعف المستضعفين واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين واستجب دعاءنا بفضلك يا كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر إن شاء الله